موسيقى زعيم جبهة النصرى فرع القاعدة في سوريا أبو محمد الجولاني يدخل في غيبوبة موسيقى منظمة حضر الأسلحة الكيميائية تؤكد استخدام السارين في سوريا في شهر مارس موسيقى والقوات العراقية تحرر وسط الحويجة من تنظيم داعش وتستمر في التقدم موسيقى أسعد الله صباحكم بكل خير المشاهدين الكرام وأهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها من سوريا حيث أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الضربة التي نفذها سلاح الجو الروسي في سوريا أدت إلى إصابة زعيم جبهة النصرى فرع القاعدة في سوريا أبو محمد الجولاني ودخوله في حالة غيبوبة ونقلت وكالة نوفو سيتي اليوم الخميس عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية أن سلاح الجو الروسي نفذ ضربة دقيقة بعد تلقيه معلومات استخباراتية أدت إلى قتل عدد من قيادات النصرى وإصابة زعيمها مشيرة إلى أن ذلك تسبب في ارتباك في صفوف الإرهابيين في كامل محافظة إدلب بغض النظر عن صحة ذلك إلا أن هناك تضارب للأنباء حول صحة أمير النصرى أبو محمد الجولاني هذا النوع من الأنباء يخفي الحقيقة الأكبر حول ما تبقى له من قيادة الجولاني يحاول حكم جماعة ضعيفة تعاني من صراع داخلي ليس فقط في المسائل الأيدولوجية بل أيضا في القرارات الرئيسية إليكم تحليلنا عدد كبير من أعضاء ومؤيدي هيئة تحرير الشام يرون أن الجولاني فقد الكثير من قوته عندما قام عبدالله المحيسني ومصطح العلياني بالانسحاب من الجماعة ما يسمى بشرعي هيئة تحرير الشام اعترضوا على هجوم الجماعة على أحرار الشام وجماعات المعارضة الأخرى وهذا واضح من تسجيلات الجولاني وأبي حمزة بن نش أحد قادته المحيسني ربما فضل إخفاء هذا الصراع الداخلي لكنه أجبر على الاعتراف به بعد أن كانت هناك تسريبات تبين كيف شعر الجولاني وأبي حمزة تجاه المحيسني وغيره من الشرعيين ومن الواضح أن الجولاني ببساطة كان يستخدم المحيسني نظرا لصلاته بمصادر الأموال والإعطاء منظمته نوعا من القناع الديني تعليقات الجولاني وأبي حمزة بن نش ثم استقالة المحيسني أظهرت مرة أخرى كيف تستخدم الجماعات المتطرفة الدين والشرعيين إذ إن دين بالنسبة لهم مجرد أداة لاستخدامها والإساءة لها والغرض من ذلك بالطبع هو جعل المواطنين السذج والبسطاء يطيعون القادة الإجراميين لهذه الجماعات سواء أكان هارب من الهجمات الجوية أم لا كيف ستؤثر أخطاؤه الأخيرة على منافسته مع أعضاء القاعدة غير المرتاحين في سوريا مثل أبي جوليبيب الأردني وسام العريدي هذه هي القضية الحقيقية للجولاني العريدي نفسه شرعي آخر وهو الآن يعارض الجولاني بعد عدم احترام الجولاني له ولآرائه ومن المرجح أن تؤدي هذه الأخطاء إلى تقليص نفوذ وسلطة الجولاني عموما في سوريا هذه الأزمة الهيئة تحرير الشام مؤشر آخر على خيانة الجولاني وعدم كفاءته وهذا ينعكس سلبا على القاعدة بشكل عام التي اهتمت بالجولاني وروجت له كرجل لها في سوريا خيانته وخداع الجولاني في هذه المسألة يعطي كبار القادة في القاعدة سببا آخر لإصدار توبيخ واضح أو ضمني لزعيمهم في سوريا وقد أثبتت رسالة الظواهر الأخيرة أن القاعدة غير راضية عن خدعة الجولاني وهذا هو السبب في أن الجروح التي عانى منها الجولاني بسبب أخطائه الخاصة تعد أشد فتكا من كل ما قد يعانيه جسديا في أي هجوم جوي أكدت وزارة دفاع روسية في بيان لها أن سلاح الجو التابع لقواتها تمكن من تدمير أكبر مستودع لجبهة النصرى تحت الأرض في إدلب حيث تخزن أكثر من ألف طن من الذخيرة ولم توضح الوزارة ما إذا تم ذلك خلال ضربة جديدة وجهتها للنصرى أم أنه حصل في ذات الضربة التي أصيب فيها زعيم النصرى أبو محمد جولاني وقتل فيها ستون مسلحا بينهم إثنى عشر قياديا من الجماعة المتطرفة قالت مصادر مطلعة إن عينات فحصتها منظمة حضر الأسلحة الكيميائية بعد هجوم نفذته قوات النظام في شهر مارس آذار الماضي على بلدة خضيعة لسيطرة المعارضة أظهرت استخدام غاز الأعصاب أو ما يعرف بغاز السارين المحطور قبل خمسة أيام من استخدامه في هجوم على مدينة خان شيخون وأدت ضربة جوية في الثلاثين من شهر مارس آذار الماضي على بلدة اللطامنة في منطقة حما في شمال سوريا إلى إصابة نحو سبعين شخصا بغثيان وتشنجات عضلية نزح ما يزيد على ثلاثمائة وثمانين ألف شخص من قرائهم وبلداتهم في محافظة دير الزور بسبب القصف الجوي المكثف والمعارك الجارية بين قوات النظام وتنظيم داعش من جهة وبين تنظيم وقوات سوريا ديمقراطية من جهة أخرى وقالت مصادر إن بلدات وقرى بأكملها في ريف دير الزور باتت خالية تماما من سكانها نتيجة الضربات الجوية في تلك المناطب وتركزت معظم هذه الضربات على مدنتين ميادين وألبو كمال شرقي المحافظة أصدرت شبكة سوريا لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق حالات الاعتقال التعصفي من قبل جميع الأطراف في سوريا وثق التقرير 489 حالات اعتقال تعصفي في سوريا منذ مطلع عام 2017 حتى شهر أكتوبر 21 من العام ذاته وقدم التقرير إحصائية حالات الاعتقال التعصفي في شهر سبتمبر أيلول حيث سجل ما لا يقل سجل عما لا يقل عن 557 معتقلا بينهم 403 معتقلين على يد قوات النظام واعتقلت قوات الحماية الشعبية الكردية 97 شخصا كما اعتقل تنظيم داعش 26 شخصا فيما اعتقلت هيئة تحرير الشام 19 شخصا أما فصائل الثوار فقد اعتقلت 12 شخص جميعهم من الرجال قال أعضاء في مجلس النواب الأمريكي إن رفع العقوبات عن إيران زاد مساعدات طهران لميليشيا حزب الله التابعة لها إلى 800 مليون دولار سنويا وينظر الكونغرس الأمريكي في ثلاثة مشاريع قوانين لفرض عقوبات جديدة على ميليشيا حزب الله وتهدف إلى قطع المساعدات التي تقدمها إيران أو متبرعون أو تجنيها ميليشيا حزب الله من نشاطات إجرامية حول العالم أحييكم من جديد في العراق أعلنت القوات الأمنية الخميس أنها حررت وسط الحويجة أحد آخر معاقلين لتنظيم داعش في العراق مؤكدة أنها مستمرة في التقدم من أجل تحرير باقي الأحياء وتعد هذه المدينة الواقعة على بعد نحو 230 كم شمال شرقي العاصمة بغداد أحد آخر معاقل داعش في العراق بعدما تم طردهم في الأشهر الماضية من غالبية المناطق التي كانوا يحتلونها وبدأت القوات العراقية في 21 من شهر أيلول سبتمبر الماضي عملياتها العسكرية لتحرير مدينة الحويجة وتمكنت في هذا السياق من تحرير أربع مدن وعشرات القرآن بعد أقل من شهر من أعلان القوات العراقية بسطة كاملة سيطرتها على محافظة نينوى في شمال البلاد أعلن أخيرا عن تحرير بلدة الحويجة الواقعة إلى الغرب من مدينة كاركوك وإلى الشمال من بغداد للتشتاز القوات العراقية مرحلة جديدة في عملياتها الهادفة لاستعادة المعاقل المتبقية في أيدي المتطرفين في العراق معارك كر وفر بين الطرفين بدأتها قطعات الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والرد السريع بإطلاقها عمليات واسعة استهدفت بالقصف المدفعي والصاروخي مقرات داعش في الحويجة السيطرة جاءت بعد أن أعلنت قيادة العمليات تحرير منطقة الحراريات وجبال مكحول بالكامل وضف الغربية لجسر الفتح غربي نهر دجلة مصادر عسكرية ذكرت أن القوات المشتركة سيطرت أيضا على الجزء الشمالي لسلسلة جبال حمرين ومشطت وفتحت طريق جسر زغيتون باتجاه طريق ناحية الرياضة التابعة للقضاء كما أجملت نتائج العمليات العسكرية بتحرير 98 قرية وناحية الرشاد وسيطر على طريق تكريت كاركوك مواضحة أن المساحة المحررة بلغت 2400 كم مربع وأضف الذات المصادر أن خسائر تنظيم داعش في هذه المعارك كانت تفجير 30 موضعا دفاعيا ومسودعات أسلحة وقتل 196 إرهابيا يأتي ذلك فيما أكدت الأمم المتحدة حصر نحو 78 ألف شخص في الحويجة فيما ارتفع عدد الفرين من القتال إلى نحو 12500 حتى الآن ومن المتوقع فرر المزيد من الأشخاص مع تقدم قوات الأمن في المناطق كثيفة السكان قتل أحد خبراء المتفجرات في تنظيم داعش مع اثنين من مرافقي في انفجار عبوة الناسفة أثناء محاولتهم تفخيخ شرعا فرعي في أطراف مركز الحويجة ويعمد مقاتل داعش إلى تفخيخ الشوارع والطرق الفرعية للحيلولة دون تقدم القوات الأمنية العراقية وكان الجيش العراقي قد أعلن في وقت سابق تحرير قضاء الحويجة بالكامل من احتلال داعش بعد اقتحام مركز القضاء والمباشرة بعملية تطهيره من عدة محاور إلى ذلك قال الخبير العسكري والاستراتيجي داود السعد في لقاء مع أخبار الآن قال إن القوات العراقية تتجه نحو ناحية الرياض التي تعد نقطة الأخيرة لمقاتلي داعش في الحويجة وضاف السعد أن أغلب قيادات داعش هربت باتجاه ناحية الرياض وهي بذلك قد حصرت بالكامل أو باتجاه مناطق قوات البيشمرقة التي أسرت مؤخرا عددا كبيرا منهم حقيقة الحويجة باتت تقريبا بالكامل تحت سيطرة القوات الأمنية اليوم القوات الأمنية تمكنت من زخم المعركة في الجانب الشمالي وكذلك الجنوبي وهي تتجه باتجاه مركز قضاء الحويجة أكملت بعض القرى وكذلك المناطق والأحياء في مركز قضاء الحويجة وهي تتجه باتجاه ناحية الرياض التي تعد آخر معاقل التنظيم ليتم التقاء المحورين الشمالي والجنوبي وكذلك المحور الغربي أغلب قيادات تنظيم داعش هربت من قضاء الحويجة أما باتجاه الرياض وهي بذلك قد حصرت بالكامل أو باتجاه قوات البيش مركز التي تمكنت من أسر عدد كبير من قيادات داعش والبعض منهم قام بالتسليم نفسه ضمن هذا المحور هذه العمليات التي بدأت اليوم هي تأتي ضمن الصفحة الثانية والمرحلة الثانية أيضا لعمليات تحرير الحويجة فيما بدأت الشرطة الاتحادية المرحلة الثالثة التي كان مخطط لها القوات الأمنية سيطرت خلال الـ 24 ساعة الماضية على مناطق حيوية ومنها مطار الرشاد ومنها أيضا جبال مكحول بعض الأزاء من جبال الحمرين التي تعد من أصعب المناطق من ناحية التضاريس بما يتعلق بالمعارك خاصة والكل يعلم بأن بعض قيادات داعش قد لجأت إلى جبال حمرين وجبال مكحول وبالتالي القوات العراقية اليوم قريبة جدا من تحرير كامل مناطق الحويجة انتم تحرير الحويجة وبذلك يتم القضاء نهائيا على كل عناصر تنظيم داعش في المنطقة نبقى في العراق حيث دأب داعش على تفجير وتدمير المراكز التاريخية والمعالم الأثرية والتراثية التي تشتهر بها مدينة الموصل وعموم محافظة نينة وشمال العراق وكان من بين أهم هذه المعالم القلعة التاريخية في تلعفر التي فجرها بعد احتلاله المدينة في عام 2014 مراسل أخبار الآن ويسام يوسف اطلع على مكان هذه القلعة وعد لنا التقرير التالي على الرغم من أن الدمار ليس كبيرا في تلعفر مقارنة بالموصل القديمة والمدن الأخرى التي تم تحريرها من احتلال داعش لكن شكل المدينة يكاد يكون غريبا على أهلها الذين يحاولون تفقد منازلهم حيث اختفت من هنا القلعة التاريخية هنا تلعفر وهنا كانت قلعة تلعفر الآثارية والتاريخية حيث فجرها تنظيم داعش كما تشاهدون من خلفه أيضا هناك آثار للتجريف قام داعش بعد أن فجر القلعة التي كانت فوق هذه التلة قام بتجريف أجزاء من التلة بحثا عن الآثار كان هناك أيضا حاول تنظيم داعش إخراج الآثار من أسفل هذه التلة كما تلاحظون آثار التجريف لا زالت ظاهرة إلى حد الآن قلعة تلعفر أحد أهم معالم نينوى كان داعش قد قام بتفجيرها قبل دخوله واحتلاله المدينة سنة 2014 وأزالها بشكل كلي من تل كانت تعلوه لمئات السنين وسط المدينة حيث عرفت المدينة بقلعتها التاريخية لم يكتفي داعش بتفجير قلعة تلعفر التاريخية بل فخخ قبل مغادرته المدينة التلة بأكمله أيضا في محاولة منه ليقع أكبر عدد من الضحايا بين المدنيين والذين سيحاولون تفقد هذا المكان تلعفر قلعة ذات أهمية كبيرة بالنسبة لأهالي تلعفر وباعتبارها قلعة تحتوي على وجود بها الآثار ووجود بها طواء في المجتمع العراقي تقريبا كلهم وكذلك يعتبرها داعش مهمة إلا باعتبارها ولاية مستقلة ولاية الجزيرة فلذلك خسر هذا الحمد لله خسر هذه الولاية ما قدر يصمد بيها ولو فترة قليلة داعش كعادته يحاول اقتلاع تاريخ المدن التي احتلها من خلال القضاء على الرموز والمعالم التي تحتويها بهدف تغيير هويتها وربطها برموز وشعارات تمثل أفكاره الإرهابية التي لا تدعو سوى للقتل والدمار تحتضن موسكو اليوم قمة تاريخية بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس الروسيف لادمير بوتين ويتوقع تركز القمة على علاقات التعاون الثنائي بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية من بينها أيضا الملف السوري وغيره يذكر أن هذه الزيارة التي تعد الأولى من نوعها لملك سعودي ستشكل لقاء برئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيدف يوم الجمعة دعا خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان حكومة ميانمار إلى التحقيق الفوري والفعال في الجرائم ضد الإنسانية التي يتعرض لها المسؤولون المسلمون وفي مقدمتهم النساء والأطفال في إقليم أركان على يد الجيش الميانماري والميليشيات البوذية كما أشار الخبراء إلى ضرورة التزام حكومة ميانمار بمسؤولياتها الدولية وتسمح لبعثة تقصي الحقائق الأممية بالدخول إلى مناطق التوتر في البلاد توعدت كوريا الشمالية اليابان بحرب نووية في حال مواصلة توكيو الدعوة لفرض عقوبات جديدة ضد بيونج يانج بسبب برنامجها النووي وتأتي تلك التهديدات بعد تحضير رئيس وزراء اليابان شينزو آبي من إجراء بيونج يانج لتجربة صاروخية جديدة في العاشر من شهر أكتوبر الجاري خلال احتفالات كوريا الشمالية بتأسيس الحزب الشيوعي الحاكم وخلال الشهر الماضي أطلقت بيونج يانج صاروخا فاليستيا طويلا مدى اخترق المجال الجوي الياباني لمدة دقيقتين قبل سقوطه في المحيط الهادئ يستعد برلمان إقليم كتالونيا لإعلان الانفصال من جانب واحد عن إسبانيا يوم الاثنين المقبل وقرر رؤساء الكتل السياسية في الإقليم عقد جلسة استثنائية لبرلمان كتالونيا استجابة لطلب تقدما لطلب تقدم به حزب معا من أجل نعم المشارك بالحكومة المحلية وحزب ترشيح الوحدة الشعبية اليساري المتشدد أحييكم من جديد مشاهدينا ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحفة العربية لهذا اليوم نبدأ تجوانا القصير بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الغد الأردنية التي نقرأ منها أل جي تطلق هاتفا منفرا للبعوض أطلقت شركة أل جي هاتفا مزودا بتكنولوجيا متخصصة بإبعاد البعوض وابقى لما ذكره القائمون على الشركة ويقوم الجهاز بإطلاق موجات فوق صوتية تطلقها شبكة كهربائية في الجزء الخلفي من الهاتف لتبعد الحشرات وبشكل آمن تماما عن البشر من صحيفة الشرق الأوسط اخترنا لكم مشاهدين التحدث مع نفسك بصوت عال ليس جنونا يقول خبراء مختصون إنه من المفيد أن تتحدث مع نفسك خلال كل خطوة فردية وهذا يساعد العقل في تجاهل عوامل التشتيت والتركيز على الهمة والمهمة التي أنت بصددها ويعد التحدث مع نفسك مفيدا أيضا خلال المذاكرة وعوضا عن قراءة المعلومات المكتوبة في ورقة أمامك حاول تلخيصها بصوت عال ونطالع من صحيفة الخليج رئيس تنزانيا يتقاضى أربعة ألاف دولار شهريا في خطوة تعد الأولى من نوعها كشف رئيس تنزانيا عراتبه الشهري وهو أربعة ألاف دولار ليكون بذلك أحد أقل الزعماء الأفارقة أجرا ومنذ توليها الرئاسة في شهر نوفمبر تشرين الثاني من عام 2015 خفض رئيس تنزانيا الإنفاق الحكومي بفرض إجراءات مثل قيود على سفر المسؤولين للخارج صحيفة القبس الكويتية عنوانت بين صفحاتها مشاهدين لهذا اليوم دراسة القطط تقتل مليون طائر يوميا في السوراليا جاء في تفاصيل الخبر أظهرت دراسة حديثة أن القطط الوحشية أو الأليفة تقتل أكثر من مليون طائر أسترالي بشكل يوميا في البلاد وبحسب الدراسة فإن القطط الوحشية تقتل ثلاثمائة وستة عشر مليون طائر بينما تقتل القطط الأليفة واحدا وستين مليون طائر سنويا في استراليا ختاما مشاهدين من صحيفة النهار اللبنانية إحباط أكبر عملية سرقة مصرف في العالم أحبطت الشرطة البرازيلية أكبر عملية سرقة في التاريخ بعد أن اعتقلت عصابة قبضت أربعة أشهر في حفر نفق للوصول إلى داخل مصرف وسرقة نحو ثلاثمائة ودسعة عشر مليون دولار ورقبت شرطة المدينة العصابة واضطرت إلى التدخل حين شارفت عملية الحفر في النفق على الانتهاء نعود إلى أخبارنا مشاهدين وفيها أيضا في التكنولوجيا تحديدا أعلنت مجموعة الإنترنت ياهو في بيان لها يوم أمس أن الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له في عام 2013 والذي يعد الأضخم من نوعه في التاريخ طال حسابات جميع مستخدميها وليس مليار حساب فقط كما أعلنت سابقا التفاصيل في تقرير الزميلة ديمان جمال في تقديرا يزيد ثلاثة أضعاف عما تم الكشف عنه العام الماضي كشفت شركة الخدمات الحاسوبية ياهو الثلاثاء عن أن ما يقدر بثلاثة مليارات حساب قد تعرضت للاختراق خلال عملية قرصنة للبيانات تمت عام 2013 وتم إصدار هذا الرقم المعدل الذي يمثل إجمالي عدد حسابات ياهو بعد أن اعترفت الشركة في ديسمبر كانون الأول الماضي بأن أكثر من مليار من بيانات المستخدمين بما في ذلك الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وتواريخ الميلاد تأثرت باختراق حدث في أغسطس آب من عام 2013 واعتبر أضخم اختراق من نوعه في التاريخ وفي بيان لها قالت شركة فيرايزون الأمريكية العملاقة للاتصالات والتي اشترت ياهو في وقت سابق من هذا العام أنها وجدت أن جميع الحسابات التي كانت موجودة في وقت سرقة البيانات في التاريخ المذكور ربما قد تأثرت وأوضحت أن الشركة ترسل بلاغات عبر البريد الإلكتروني إلى بقية حسابات المستخدمين المتأثرين وطمأنت الشركة أن قراصنة الإنترنت لم يسرق كلمات المرور ولا البيانات المصرفية ولا المعلومات المتصلة بطرق الدفع التي يعتمدها أصحاب الحسابات التي اخترقت وأوضح البيان أن الحجم الحقيقي للهجوم الإلكتروني اتضح بفضل تحقيقات أجراها خبراء مستقلون بعد استحواذ فيرايزون على ياهو وأضاف أن الشركة مستمرة في تعاون الوثيق مع قوات الأمن وستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحفظ أمن المستخدمين فيما لم تقدم الشركة أي تفاصيل عن من قد يكون وراء الهجوم في أخبارنا الصحية قلة النوم يمكن أن تسبب عددا من الآثار الجانبية الخطيرة فهناك الكثير من الآثار الناتجة عن قلة النوم مثل الشعور بالغضب والتأثير السلبي على الذاكرة والتأثير على الوزن والصحة بشكل عام تفاصيل أوفى مشاهدين مع المختصة في الملف الصحي في غرفة أخبار الآن الزميلة عبير عبدالله حذر بروفوسور بريطاني من جامعة كاليفورنيا من الآثار السيئة لقلة النوم على صحة الإنسان في المجتمعات التي تستخدم الأجهزة الذكية لافتا إلى أن النوم لعدة ساعات غير كافية يمكن أن يعرض الإنسان للإصابة بمجموعة كبيرة من الأمراض القاتلة وتختلف الآراء في عدد الساعات اللازمة للنوم فهناك من يقول أنه كلما تقدم الشخص بالسن قلت حاجته للنوم لكن في الواقع إذا كان عمرك يتراوح ما بين ثمانية عشر عاماً وستين عاماً فأنت بحاجة إلى سبع ساعات من النوم على الأقل كما أن هناك بعض الأضرار الصحية لقلة النوم بالقدر الكافي أولاً ضعف الجهاز المناعي وزيادة قابلية الجسم للأمراض مثل فرط البدانة والسكر وأمراض الأوعية الدموية والجلطات وحتى الاكتئاب ثانياً ضعف الذاكرة وعدم قدرة الدماغ على حفظ الذكريات الجديدة ثالثاً زيادة أعراض الشعور بالعصبية أو التوتر أو الاكتئاب رابعاً تراجع سرعة الآداء في إنجاز المهمات وتراجع القدرة على السيطرة على المشاعر خامساً عدم النوم بشكل كاف ولو لليلة واحدة يبطئ ردود الفعل وقدرة العقل على الانتباه وخلصت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة الذكية قبل النوم فإنهم يقومون بإلغاء عملية التحضير اللازمة للنوم التي يحتاجها الدماغ وذلك بتحفيز الجهاز العصبي بفعل الإضاءة الناتجة عن شاشات الأجهزة والتنبيهات التي تسبب توتراً وقلقاً للإنسان خلصت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يعملون خلال الليل تزداد لديهم خطورة الإصابة بالبادانة بنسبة 35% وشرت الدراسة إلى أن نوبات العمل الليلية تعرقل إفراس المخيورمون ميلاتونين بالإضافة إلى الأضرار بعملية الأيض بالجسم الإضرار بها وتقول منظمة الصحة العالمية أن زيادة الوزن تؤدي إلى أثار صحية وخيمة تزيد تدريجياً مع تزايد كتلة الجسم حيث تسبب السمن الأمراض القلبية والسكري وبعض أنواع السرطان انضم الكلب موشي البالغ من العمر 8 عوام إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأطول لسان حيث وصل طول لسانه إلى نحو 18 سنتيمتراً وأكدت صاحبة الكلب أن كلبها اكتسب شهرة واسعة جداً حيث يتجمع الناس حوله رغبة منهم في التقاط الصور معه وعلى الرغم من أن صاحبة الكلب سعيدة جداً بتميزها عن بقية أنواعه إلى أنها حزينة جداً لأنه موشي واجه تحديات صعبة فهو يعاني من صعوبات في التنفس كما أنه في حاجة إلى المساعدة كي يلتقط الأشياء من الأرض بسبب طول لسانه في أخبارنا الرياضية انضم اللاعب الدولي البرازيلي مارسيلو الظهير الإيسر لنادي ريال مدريد لقائمة اللاعبين المطاردين من طرف مصلحة الضرائب الإسبانية وفدت صحيفة موندو تيبورتيفو الإسبانية أن المدعي العام الإسباني قام بفتح التحقيقات مع اللاعب البرازيلي بتهمة التهرب الضريبي من مبلغ 400 ألف يورو وقبل ختاب عن نشر مشاهدين هذا تفكير بما جاء فيها من العناوين زعيم جبهة النصرى فرأ القاعدة في سوريا أبو محمد الجولاني يدخل في غيبوبة منظمة حضر الأسلحة الكيميائية تؤكد استخدام السارين في سوريا في شهر مارس والقوات العراقية تحرر وسط الحويجة من احتلال داعش وتستمر في التقدم بهذا إذا مشاهدين نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار ويمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعة بكنا المباشر في ذات الموقع أعود وألتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في موجز الأنباء دائما ونمعنا